فيما يلي عرض لأبرز عنوين الصحف الوطنية صدر اليوم الاثنين ونسهلها بيومية اخبار اليوم التي كتبت رغم تأكيد سلطات المغربية رسميا تعليق عملية مرحبة مع الاحتفاظ بإمكانية أعادة فتح الحدود مع إسبانيا بناء على تطور الحالة الوبائية في البلدين إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يراهن على عودة حركة تنقل المسافرين والسياح بين مختلف الدول الأوروبية والمغرب إذ وضعت بروكتالا المغرب ضمن اللائحة الأولية التي يمكن لدول الاتحاد فتح الحدود معها فيما أقصد دولا كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل ومن جانبها فدت يومية اليوم المغربي بأن وزير الطاقة والمعادن والبيع عزيز الرباح ترأس مؤخرا اجتماعا خصصا لدراسة سبل تقوية مبدأ الأفضلية الوطنية في الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والمعادن وحسب بلاغ للوزارة ذكر الرباح بالمناسبة بأهمية المشاريع الاستثمارية التي يتيحها قطاع الطاقة والمعادن يومية لما تمن جانبها كتبت أجر صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله اتصالا هاتفيا مع رئيس تونسيا سيد قيس سعيد وبهذه المناسبة أعرب رئيس قيس سعيد لجلالة الملك عن متمنياته بالشفاء العاجل وذلك على إثر العملية التي أجريت بنجاح لصاحب الجلالة بعد النقابات تكتب يومية أجوغ دولو ماغوك جاءت دور على السياسيين للمطالبة رسميا بتمديد صرف تعويضات كورونا حيث يوجد حاليا على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس نواب مقترح قانون بهذا الخصوص ويقترح النص الذي قدمته المجموعة الحركية إحدى تعويض لفائدة الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل لمدة شهر على الأقل